أكيد سلمة بمساحتنا الصباحية عم نستطيف دائماً سيدات إيلون بصمة خاصة بشغل الصوف والأعمال اليدوية اليوم معنا سيدة قدرت تعمل بصمة الخاصة ولمسة الأنثوية على الصوف وكمان إعادة تدوير الأخمشة لكن خلونا نتعرف على التفاصيل أكتر مع السيدة فرحة سوقية يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك خلينا نبلش بالبداية إما تبلشتي وعملتي هيك مشروعك الخاص إذا فينا نقول طمام أنا بالبدايات بداية هي كانت هواية بالكروشي والتريكو اليدوي وكنت أعمل لأولادي ولأسرتي أنه حب أعمل هالهواية بعدين اطورت القصة وصارت أنه لأ أنا حاب أعملها مشروع واستفيد منها ومن هون بلشت أنه فكر أنه أعمل هالانطلاق لهالمشروع خلينا نحكي عن إعادة تدوير الأقمشة اليوم عم نشوف توجه كثير من أسيدات السوريات ودائما الأنثة السورية والمرأة السورية إلى بصمة خاصة يعني بتلاقيها فعلا بتتواكب مع أي ظرف وبتتلاقم معه من خلال هاي القصص يعني لما نشوف أقمشة مثلا بالبيت ما بدك إعادة تدويرها عم تأمل منها قطع فنية جميلة يعني لو ما بينذكر هيدا الشيء قدامنا ما بننتبه أنه هي فعلا قطعة قديمة تمام هلا بالبدايات كانوا جداتنا يدوروا الأقمشة ممكن من تياب لتياب تاني ممكن لمفارش طاولات ممكن لأي شيء هلا أنا بلشت شوفها عن جداتنا بالبداية يعني بس كنت صغيرة هلا على الكبر لما بعد فترة حسيت أنه صار في مشروع خلايا نحل أو نحلات سورية ونتثبت لقيلهم هنا لإعادة تدوير الأقمشة التراسية وهون بلشت الانطلاقة أنه أنا بدي أعمل ممكن مخدات ويسادات ممكن شراشف مسابل شراشف كبيرة ممكن لوحات صر تنوع ممكن ألبسة يعني أي شيء ست البيت هي حابة تعمله بتقدر تعمله نغزق الفكرة يعني عم نشوف هاي من إعادة التدوير وهي يمكن ضمن المشروع اللي اشتغلت فيه مع خلايا النحل ونحلات سورية تمام قلنا نحكي أكتر اليوم عن إعادة التدوير ضمن الأقمشة اللي اشتغلت عليها هلا هي كانت أنه كل شيء عندك بالبيت ما بدك يعني ما عدت له استخدام بترجع بتعيدي أنه سياقته من أول الجديد وتستفيدي منه طيب خلينا نحكي كمان في عندك قطع كروشي وصوف ويمكن عم نشوف الموضة كتير درجة نحو هيدا الشيء وللأطفال خلينا نحكي مثلا هيك قطع مثلا قديش بتاخد منك وقت وشغل وعن نكون فيه مراء كتير يعني الناس عم تتطلبها وبتلاقي اليوم هاي الموضة هلأ هاي بي بي ما ايه هلأ هاي بي بي قاب بي بي قاب بي بي مع طريق هلأ بالفترة الأخيرة الناس ممكن لضيق المعيشة ممكن السيدة حابة تستفاد من وقتها ممكن يعني التوفير قدر الإمكان حابين يعملوا شيء أو هنن فتجهوا للكروشي وللتريقوا اليدوي لهذا السبب العالم صارت تحبه بياخد وقت وشغل قديش منك هيك قطع؟ حسب القطع لأ ممكن إذا صغيرة من الأسبوع إلى عشر تيام بس إذا قطع كبيرة ممكن ضل ستة شهر لأربعة شهر على حسب القطع يعني عمشوف هاي كمان خامتها تمشي كمان حتى بالربيع أو بالصيف يعني اي هاي كنزة قطن في شيء للصوف في شيء هاد ممكن يمشي بي حتى بالخريفة أو مثل ما تقوله تمام اللي ما حضرتك كنزة قطن سيفي صيفية صيفية حزرتك حسيت هايك رطبة يعني موصوف تمام هيا نحكي شوي اليوم هاي المشاريع قد مهمة اليوم كل ستة يكون عندها هايك مشروع خاص فيها مشروع صغير تبلش فيه أدوات بسيطة يعني خطان وسنارة ممكن تبلش خطان وقبرة ممكن تبلش وتعمل مشروع خاص فيها هو حلو الواحد يعمل لإله مشروع أو بصمة خاصة فيه يعني هو بيساعد أكتر للسيدة إنه تعمل شيء مميز لإله طيب خلينا نحكي عن التحاق بمجموعة خلايا النحل ويمكن مثل ما قلتي عم يتم دعم من خلالهم كتير من السيدات من خلال هاي الدورات لفعلا تكون اليوم معيلة لأسرتها وممتجة يعني نفس الصبية اللي ممكن هي تعمل هاي الدورة بعد فترة تلاقيها هي عم تعمل مجموعة من الصبايا يعني بشكل مستمر ودائرة مستمرة هلأ المشروع ممكن ساعد الصبايا ساعد سيدات البيوت إنه حبوا إنه يعملوا شيء خاص فيهم ممكن يضربوا بس نحنا يعني هو حلو عطى لمسة حلوة بس نحنا ما بنقدر نعتمد عليه كما عيشه أكيد هو بيكون ممكن هيك ممكن أحساب الطلب تحسين فقط تحسين البوضع المساعدة بتحسين الدخل مع العينة طيب غالي نحكي عن البازارات اللي عم تشاركي فيها مؤخرا كان إليك مشاركة بمهرجان بأيدينا نحكي أكتر عن هذا المهرجان وأهمية هاي البازارات هو أهميته كبيرة وكتير حلوة ومشكورين المكتب الإقليمي بسوريا المتمثلة بالإستاذ حسن باتنجكي والطاقم المكتب الموجود كان كتير مهرجان حلو واستفدنا منه بأنه عرفنا ممكن على التسويق وعرفنا الجمهور على شغلنا وأعمالنا أكيد وتعرفنا عليهم وتعرفوا علينا أكتر كانت كتير مهرجان حلو ورائع مميز يعني هاي المعارض والبازارات فينا نقول قدش بتدعمك لتسويق منتجاتك بشكل عام من خلال التعريف عليها والإتماس طابع أو طبع الناس يعني أول طبع أو الطابع بياخدوه رأيهم مثلا لما شوفوا القطع والناس ماسكتها ومعجبة فيها يمكن هيك بتلاقي في فرحة داخلية أنه أنت عاملة شي لقلك خاص بالفعل إنه الواحد بحس إنه طابع حلو بمبسط إنه أنا شفت الناس شو حبيت من عندي شو أنا حابة أضيف للشغلة شو حابة أطور بيساعدني هذا الشي غير إنه بيساعدني بالتسويق بيساعدني أني أعرف شو شو الناس حابة شو قدم لهم شو ضيف على شغلي أكتر من هيك طور يعني كمان ضمن هذا التطوير أنت ما بس اشتركتي مع نحلات سوريا ومع طبعا كتير من السيدات والمشاريع كان لك مشاركة مع جمعية الوفاء التنموية خلين نحكي أكتر أيضا عن هاي المشاركة هلأ شاركت ببازار ببيت التراث كانت كمان مشاركات حلوة كمان ساعدتنا كتير وأضافت كتير لأعمالنا المشاركات الحلوة ومشكورين جمعية الوفاء ومشكورة السيدرامال لمساعدتها لإلنا ودعمها لإلنا طيب أول مشاركة لإلك ضمن المعارض والبازارات الزكريا شو كان انطيبة عن الناس أول مرة لما شافت شغلك؟ هلأ حبوا الشغل بس كنا عم نعرف في مرحلة تعريف عن المنتج كانت هم بالجامعة بأيام الثقافة حبينا نعرف كنا بالبدايات عن تدوير الأقمشة إنه شو منعمل من الأقمشة اللي عنا بالبيت شلو بدنا نستخدمها نستفيد منها وكانت بالفعل تجربة حلوة يمكن هاي التجارب بتغني يعني يوم عن يوم معرض عن معرض مشاركة على مشاركة بتغير شوي وحتى يمكن تبلج تعطيكي أفكار يعني كل قطع من هدول قطع إعادة التدوير بنشوف لمسة خاصة ما في قطع بتشبهت تاني وما في سيدة تعمل شي بيشبهت تاني يمكن اختلاف الأقمشة اللي موجودة عندها يمكن حتى اختلاف الأفكار وهي عم تشتغل لأنه بنعرف إنه هاي القطع بتاخد وقت وبتاخد من روح الشخص اللي عم تشتغل فيها دي حستي حالك اختلفتي بعد ما دخلتي هذا الشغل سواء كان هواية أو كان لكسب أو زيادة خليني أقول المدخول للمنزل هلأ بالبداية حسيت حالي إنه سبحان الله الأشغال الأعمالي اليدوية بتحسسك إنه يتعلم الهدوء الصبر هداوة البار هداوة البار طريقة التفكير كتير كتير بتساعد الأشغال اليدوية تاني شي إنه بتساعد لحتى السيدة تعمل شي حلو بطابعة هي بروحها هي بإبداع من إبداعها هاي الشغلات كلها بتساعد طيب أكيد نحنا ساعدين فيك ست فرح ونتمنى لك التوفيق بمشروعك وإن شاء الله نشوفك مشاركة مشاركة بمعارض وبازارات أخرى بمستضيفك مرة أخرى شكرا كتير لك الله خليك شكرا كتير كل الشكر لكم شكرا لكم وشميزك ودائما نحنا بنحاول نعطي دائما هاي الصورة عن بعض السيدات بعض المشاريع الصغيرة اللي موجودة لحتى نفرجي الناس قديش فيه أشخاص لسا عم بتحاول أنه هي تغير من واقعة ولو بطرق بسيطة قديش حلو بتتحدى الظروف وعم نشوف سيدات يعني بتحسي كل سيدة سورية بمئة رجال وأقدع من مئة رجال هيك بالمجهة تحية لكل النساء السوريات اليوم اللي يتحدوا كل الظروف ومستمرين وبيقدروا يبلشوا نهارهم بيضحك صغيرة صحيح شكرا لكم شكرا كتير